بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعوة مجابة بإذن الله تعالى اليوم سنتكلم عن دعاء إذا ما قرأته أربعين مرة أخذ صاحب الزمان عليه السلام بيدك حتى يوصلك إلى حاجتك وهذا الدعاء مروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام ما قرأه أحد أربعين مرة إلا وراء الفرج في نفس الليلة وفي نفس اليوم وهذا الدعاء المبارك ورد في كتاب مهج الدعوات صفحة أربعمائة وثلاثة وكذلك في جنة المأوى صفحة مائتين اثنين وعشرين وكذلك في كتاب الصحيفة المباركة المهدوية وهو دعاء العبرات الذي هو مروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام وأوصى به كثيرا الإمام المهدي عليه السلام لأحبابه وشيعته في قراءته عند كل مهمة والنجاة في نفس الليلة في نفس اليوم وهذا ما حدث لرجل أخافه السلطان وأراد أن يقوم بقتله فرأى صاحب الزمان عليه السلام في عالم الرؤية فقال له سلام الله عليه اقرى دعاء العبرات فقرأه هذا الرجل صباحا أربعين مرة في نفس الليلة زوجة السلطان ترى المولى علي بن أبي طالب عليه السلام والمولى علي عليه السلام يحذرها ويحذر زوجها من أن يبقوا هذا الرجل في السجن عليهم أن يطلقوا صراحه فورا وهذا ما حدث في نفس الليلة السلطان أخرج هذا الرجل وأكرمه أشد الإكرام طبعا الحادثة مع الدعاء إن شاء الله سوف نضعها لكم في صندوق الوصفة وأين تجد صندوق الوصف إن شاء الله يعني تحت عنوان المقطع الفيديوي تضغط على كلمة مزيد ويظهر لك صندوق الوصف الدعاء مع القصة رجاء نقرأ القصة جدا رائعة وقرأ الكلمات في هذا الدعاء دعاء العبرات وسوف ترى نفسك تنتقل من مكان إلى مكان من حال إلى حال وترى الفرج إن شاء الله في نفس الليلة واليوم اقرأه أربعين مرة برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام